الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا آله وصحبه ومن وله السلام عليكم مرحبا بك في الحلقة الثانية من حلقات هذا اليوم والأولى على القناة الأولى لموقع مشروح ومع درس مهم جدا من دروس الأنترنت في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أصلت الضوء على مجموعة من المصطلحات المهمة التي لا يفرق بينها أغلب المستخدمين مثل مصطلح صبيب صبيب الأنترنت ثم مصطلح التحميل والرفع والبيت والبيت بحيث سوف نرى كيف يمكنك أن تفرق بين سرعة الأنترنت الواقعية والسرعة النظرية وكيف يمكنك أن تحسب بنفسك السرعة التي تستحق والتي يجب أن تحصل عليها في الرفع وأيضا في التحميل على حاسوبك وفي آخر هذه الحلقة إن شاء الله أقدم لك أيضا مجموعة من الخطوات والنصائح من أجل أن تحصل على أقصى حد ممكن من سرعة الأنترنت التي انخرطت فيها أو التي تدفع مقابلها إذن دعونا ننتقل مباشرة إلى التفاصيل مرحبا بك مجددا قبل البدء في موضوع هذه الحلقة هناك نقطة مهمة جدا أود أن أشير إليها وهو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سرعة الأنترنت التي تشارك فيها بمعنى التي توفرها لك الشركة شركة الاتصال المنخريطة من ضمن زبائنها ودعك من الطرهات والطرق التي تجدوا على الأنترنت فأغلبها إلا من أقول كلها شروحات كاذبة لا أسس منها من الصحة والتجربة خير وذليل على ذلك يمكنك أن تجرب بنفسك إذا أحببت أن تضيع وقصد لكن أقول لك بأن أغلب الطرق المتوفرة هي طرق كاذبة ولا أسس من الصحة وهذا الموضوع سبقه وتكلم فيه منذ سنوات في تدوينها كنت قد عنوان تغيرها بتسريع الأنترنت بين الواقع والخيال يمكنك العودة إلى الموضوع إن شاء الله تجده في موضوع هذه الحلقة على موقع مشروح إلى جانب العديد من طرق تسريع الأنترنت الموتوقة والصادقة يمكنك إن شاء الله مشاهدته كما قلت والرابط تجده أيضا أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب إذن هذه النقطة مهمة أحببت أن أشير إليها بداية وبالتالي إذا وضعنا هذا الأمر في عين الاعتبار فإنه يمكننا أن نستنتج أن سرعة الأنترنت مرتبطة بالسرعة القصوى التي تحصل عليها من مزود خدمة الأنترنت الذي تشارك كما قلت في خدماته لكن المشكلة أنه في الكثير من الحالات وفي أغلب الحالات يكون هناك فرق بين السرعة الفعلية لخط الأنترنت التي يجب أن تحصل عليها والسرعة النظرية بمعنى أنك تحصل على أقل مما تستحقه لذلك في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نركز على كيف يمكنك أن تعرف أصلا ما هي سرعة الأنترنت التي تستحقها أتكلم هنا عن سرعة الرفع و سرعة التحميل ثم كيف يمكنك أن تحصل على أقصى حد ممكن منها حتى تصل إلى 100% من السرعة الحقيقية لكن السؤال الذي يطرح الآن هو ما هي السرعة النظرية أصلا وكيف يمكنني حساب السرعة التي ينبغي أن أحصل عليها وللجواب على هذا السؤال أقول لك بأن هناك مصطلحين يجب أن تفرق بينهما مصطلح البات وهو المصطلح الذي تستخدمه الشركة شركة الأنترنت في قياس الصرعات المقدمة إلى الزبائن البات تكتب ب small b أو min scale b فالوحدة المستخدمة من طرف الشركات المزودي الخدمة هي البات في الثانية لكن معظم برامج التحميل التي نستخدمها نحن مثل idm أو الادلغات أو نينجا أو غيرها من البرامج الشهيرة التي سبق وقدمتها لكم تقوم بقياس سرعة التحميل بالبايت مع الcapital b أو magi scale b ومن هنا يأتي اللبس والإشكال يختلط الأمر على المستخدم ولتوضيح هذا الإشكال يجب أن تعرف بأن البات لا يساوي البايت بل البات يساوي 1 على 8 بايت لكل ثانية وبطبيعة الحال فهذا يعني بأن البايت يحتوي على 8 بات في أنظمة الحاسوب لا تقلق من هذه المصطلحات لأني سأوضح لك الآن كيف يمكنك أن تحسب القيمة التي يجب أن تحصل عليها بنفسك من سبيب الأنترنت فمثلا بحالة أن الآن السرعة التي أستخدمها هي 12 ميجا بايت ولقياس 12 ميجا بايت كم تساوي البايت فقط تقوم بدرب مثلا 12 في 1024 لأن كل ميجا بايت يساوي 1024 كيلو بايت وكل 1 جيجا بايت يساوي 1024 ميجا بايت وهكذا إذن النتيجة تعطينا هي 12288 كيلو بايت إذا كان لديك صبيب 12 ميجا بايت بطبيعة الحال إذن تأخذ الصبيب الذي تنخرط فيه أنت مثلا إذا كان لديك 512 كيلو بايت أو 1 ميجا بايت أو 8 ميجا بايت في صبيب الأنترنت الذي انخرط فيه أو 4 ميجا بايت أو حتى 16 ميجا بايت أو 24 فقط تأخذ الصبيب المنخلط فيه ثم تقوم بقسمته على ثمانية كما تشاهد الآن يعطيني النتيجة في حالتي هي 1536 بمعنى أنه عندما أقوم بتحميل أي ملف أو برنامج على حسوبي ببرامج تحميل مثل إجلغيت أو أنترنت دولود ماناجر فيجب أن أجد بأن السرعة هي 1.5 ميجا بايت في الثانية نقوم الآن بتجربة واقعية للأمر أذهب لتحميل برنامج معين لاحظ معي الآن كم سرعة التحميل عندي هي 1.2 وتصل إلى 1.3 ميجا بايت إذن الأصل هو أنني يجب أن أحصل على 1.5 وليس 1.3 أو 1.2 في حالتي أنا الآن إن شاء الله في موضوع هذه الحلقة سوف تجد أغلب السرعات المستخدمة في الأنترنت أو صبيب الأنترنت بداية من 156 إلى 24 ميجا بايت وسرعة التحميل التي يجب أن تحصل عليها لسه بحاجة إلى حسابها بنفسك إذن عرفنا الآن كيف يمكنك أن تعريف سرعة التحميل التي يجب أن تحصل عليها في حالتي أنا الآن هناك نقص بـ 0.2 ميجا بايت إذن 200 كيلو بايت في السرعة ناقصة لا أتوصل بها سوف نشرح إن شاء الله أسباب ذلك وكيف يمكنك أن تتجاوز هذا المشكلة لتحصل تقريبا على 100% من سرعة الأنترنت أو سرعة التحميل التي تستحقها إذن عرفنا الآن كيف نربط بين سرعة صبيب الأنترنت وأيضا سرعة التحميل وما هي سرعة التحميل التي تستحقها والتي يمكن أن تحصل عليها نأتي الآن إلى سرعة الرفع فما هي سرعة الرفع التي تستحقها؟ بعض المستخدمين يظنون بأنهم يجب أن يحصلوا على نفس القيمة في سرعة التحميل وصرعة الرفع وهذا خطأ لأن أغلب مزودي الخدمة يقدمون أو تكون سرعة الرفع التي يقدمونها هي ربع سرعة التحميل بمعنى سرعة التحميل في حالتي أنا الآن هي 1560 يجب أن تقوم بقسمة هذا العدد على أربعة ثم هذه 384 وبالتالي هذه سرعة الرفع التي تستحقها في حالتي أنا الآن إذن بهذه الطريقة يمكنك أن تعرف سرعة الرفع التي تستحقها تمسك سرعة التحميل لديك أو التي تستحقها وتقوم بقسمتها على أربعة بهذا نكون قد قمنا بتوضيح الفرق بين سرعة الصبيب سرعة التحميل وأيضا سرعة الرفع وقياس القيم التي يمكن أو يجب أن تحصل عليها نأتي الآن إلى النصائح التي تحتاجها من أجل تقريب السرعة النظرية من السرعة الحقيقية وبالتالي الحصول على أقصى سرعة أنترنت ممكنة على أجهزتك النصيحة الأولى التي أنصحك بها وهي تقصير الأسلاك المستخدمة في الربط إلى أقصى حد ممكن عندما أقول الأسلاك فإنني أقصد جميع الأسلاك التي يمكنك أن تستخدمها أو يمكنك أن تقوم بتقصيرها بداية بالسلك الذي يربط الراوتر بالهاتف نفسه وأيضا الأسلاك التي تربط الموديم أو الراوتر بجهاز الكمبيوتر فبعض الأشخاص يستخدمون أسلاك طويلة جدا لتوصيل الراوتر مثلا بجهاز الكمبيوتر عبر الكابل يستخدمون كابل طويل وهذا خطأ لأن كلما كان الكابل طويل كلما قلت سرعة الأترنت لديك وبالتالي فإذا كان بإمكانك تقليل حجم الأسلاك فقم بتقليصها أيضا يجب أن تنتبه إلى جودة الأسلاك نفسها لا تستخدم أسلاك متاسيون كما نقول أو أسلاك ذات جودة قليلة إذا أمكنك دائما استخدم الأسلاك بجودة أصلية ويفضل استخدام الأسلاك الأصلية التي تأتي مع الموديم من شركة الاتصال أو الأسلاك التي تشاريها مع جهاز الراوتر ثم أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تهتم بها هي الأجهزة التي تستخدم نفس شبكة الأنترنت التي تستخدمها أنت فمثلا بعض الأشخاص تجدهم يشبقون من ضعف صرعة الأنترنت لديهم ويتهمون شركة الاتصال بأنها هي المسؤول بينما إذا ندرس في الأمر تجد بأنه هناك العديد من الأجهزة التي تستخدم الأنترنت عبر شبكته سواء لأصدقاء أو أقارب أو حتى جيران أو بعض الأشخاص الذين اخترقوا الشبكة ويمكنك العودة إلى حلقات قطع الأنترنت عن اللصوص والصارقين معرفتهم أولا ثم قطع الأنترنت عليهم هناك بعض الحلقات التي شرحت في هذا الموضوع تجدوا أيضا في موضوع هذه الحلقة والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب أيضا عند شراء موضم أو راوتر يجب يجب أقول أن تنتبه إلى الموضم ونوعه أو راوتر فحاول شراء جهاز بجودة عالية لا تبحث عن الأرخص بل ابحث عن الأفضل ثم أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تهتم بها هو تجنب البرامج والأدوات التي تدعي زيادة ورفع سرعة الأنترنت فالكثير من هذه البرامج والأدوات هي في حقيقة الأمر تؤثر على سرعة الأنترنت ليس فقط سرعة الأنترنت وإنما سرعة الحاسوب أيضا فهي تتلاعب أحيانا في إعدادات الحاسوب خصوصا سجل النظام أو الرجستري وبالتالي يتم تقليل سرعة الأنترنت وأيضا تبقي الحاسوب لذلك أحضر من هذه البرامج وأقول لك عن خبرة بأن بالستناء بعض البرامج التي تدمج السرعات أو برامج DNS فكل البرامج التي تدعي مقدرتها على رفع سرعة الأنترنت هي برامج كاذبة ولا أساس لها من الصحة أيضا ينبغي أن تركز على برامج التحميل عندما نتكلم عن التحميل فأنا أتكلم الآن عن تحميل المباشر وللس التحميل عن طريقة تورنت التحميل المباشر فيه بعض البرامج مثل Internet Download Manager وأيضا EagleGate هي من البرامج التي تقدم سرعة أنترنت عالية جدا أو سرعة تحميل عالية جدا لذلك إذا كنت تريد تحميل البرامج والملفات فأنصحك باستخدام مثل هذه البرامج عوض برامج التحميل الافتراضي في المتصفح ثم أيضا عند استخدام التحميل عبر التورنت يجب أن تنتبه إلى أن ليس سرعة أنترنت على جهازك فقط هي ما تحدد سرعة التحميل بل هناك مجموعة من العناصر الأخرى مثل عدد النظائر وأيضا الدعائم أو الداعمين فالتحميل عبر التورنت يعتمد على الند للند وبالتالي فهناك أشياء أخرى تستدخل في سرعة الأنترنت غير السرعة الحقيقية للمستخدم ثم أيضا من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي عليك فعلها هي قياس سرعة الأنترنت لديك بين الفينة والأخرى توجه إلى مواقع مثل موقع سبيد تيست ثم أقوم بإجراء فحص ويجب أن تحصل على سرعة الأنترنت أو صبيب الأنترنت الذي تستحقه في حالة أنا الآن منخرط كما قلت في 12 ميجا بايتس لكنني أحصل فقط على 10 ميجا بايتس وبالتالي فأحصل على أقل من القدر الذي أستحقه هناك 2 ميجا بايتس قريبا ناقصة هذا المشكل يمكنك حله في حال ما إذا وجدت هذا الأمر بالتوجه إلى الإدارة أو الشركة التي تنخرط ضمن مستخدمها وتعلمهم بهذا المشكل تقول لهم بأن سرعة الأنترنت لديك ليست هي السرعة الحقيقية التي تستحقها وبالتالي أطلب منهم أن يرفعوها إلى السرعة النظرية وأعلمهم بالأمر حتى يرفعوا سرعة الأنترنت لديك أيضا من الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها والتي يمكن أن تؤثر على سرعة الأنترنت هو الفيروسات والبرامج التي تشغل في الخلفية ففي كثير من الأحيان تكون هناك بعض الفيروسات التي تستخدم الأنترنت على جهازك دون أن تنتبه أنت وتظن بأن هناك مشكلة في الأنترنت لديك بينما وفي واقع الأمر الفيروس هو الذي يستخدم الأنترنت بعض البرامج أيضا التي تشغل في الخلفية دائما تستهلك الأنترنت إذا تأكد من البرامج التي تشغل في الخلفية هل تستخدم الأنترنت أم لا أيضا قم بعمل فحص دوري لجهازك من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على الزل لايك ومشاركة الحلقة وتشارك في القناتين الأولى والثانية لموقع مشروح حتى تتوصل بجديد الحلقات كما لا تنسى الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com slash مشروح وعلى أمل لقائدك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة